موسيقى عندما ينطق الفلسطيني بكلمة سفر سرعان ما يتبدر إلى ذهنه وأذهان من حوله صورة المعبر الحدودي الوحيد جسر الكرامة وتبدأ هموم هذه الرحلة وأولها الوصول بسلامة وكرامة في الشتاء حيث الضغط الخفيف على المعبر ليس على المواطن إلا تجنب السفر في أيام معدودة كان لدينا عدة حافلات تم تسهيل سفرها نقدر عددهم بما لا يقل عن ألفين مواطن تقريبا من غادرون في الأسابيع الفائتة إلى الديار الحجازية وكان لدينا يوم أمس عودة بعض الأفواج ما يقارب السبعمائة معتمر منهم نتوقع في الأيام القادمة وخاصة في الشهر القادم أن يكون لدينا عدد كبير من المعتمرين وخاصة في الأسبوع اللي بيصادف عطلة المدارس عطلة الشتاء أو عطلة المدارس على الأبواب وفيها تكثر رحلات العمراء والزيارات القصيرة خارج الوطن لذا على غير المتعجل اجتناب المغادرة صباح الأربعاء أو العودة يوم الأحد وهي الأيام المخصصة لقوافل المعتمرين لازم يكون أحسن وأسهل بالفترة الحالة لأنه في عنا ضغطات كثيرة في البلد لازم تصير حياة أسهل للشعب الفلسطيني أنا تعريباً اللي سنتين ما طلعت بس المرة هاي تقريباً مصلحين الوضع كل شي تمام فأنا الأمام يعني إن شاء الله خير اللي بتحكم في موضوعنا كله الاحتلال لو أمر نبيدنا أو بيننا وبين الأردن التنسيق بصير ممكن لأحد يروح بسيارته يعني بكل سهولة أي وقت بده يروح يجي بس كمان إحنا الإخوان مش مقصرين اللي قدروا يساوه مليوني حركة يسجلها هذا المعبر ذهباً وإياباً طوال العام وقد يبلغ في ذروة الصيف سبعة ألاف مسافر ذاهب وعائد يومياً ما يستوجب تحسينات دائمة كان آخرها الحديث عن اقتراب إلغاء التوقف في استراحة عبدو وذلك لتقريب المسافات والتخفيف من عناء المسافر من هنا من أمام قاعة المغادرين في استراحة أريحة تبدأ الخطوة الأولى لسفرنا أياً كان وجهته مرحلة تحددها سياسات ثلاث دول فلسطين، إسرائيل والأردن تحسينات فلسطينية ما زالت تقف أمام صعوبات تفرضها إسرائيل على أرض الواقع وسط أمال المواطنين بسهولة السفر وسلامته تلفزيون القدس، كنان عيسى، أريحة أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com ادخلوا الآن إلى ميل.القدس.com إيميل القدس الإيميل العربي الجديد ترجمة نانسي قنقر